أوقفت مفارز للجيش الوطني أوقفت ثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا مع ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن وكمية من الذخيرة كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتنسيقه مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 21 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال ثلاثة قناطير و 12 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب بكل من تمراسة وينقزام وبرج باجي مختار وينميناس كما أحبط حراسة سواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الوطنية وتم إنقاذ 242 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بما تم توقيف 105 مهاجر غير شرعي من جنسية مختلفة عبر التراب الوطنية